السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحب الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن متاجرة النظام الجزائري بقضية فلسطين واستعمالها لدغدغة مشاعر الجزائريين على غرار استعمال قضية الثورة الجزائرية بلا شك أن القضية الفلسطينية لديها قيمتها في المخيال الشعب العربي والإسلامي بصفة عام فهي قضية عادلة بامتياز وهي قضية احتلال ثابت الأركان ومكتمل كل الجوالة هذه حقيقة لا غبار عليها وأن الشعب الفلسطيني لديه حق في دولته حق في أرضه حق في حماية عرضه من هذا الكيان الذي اغتصب أرضه ولا يحترم لا ذمة ولا حقوق ولا حرية هذا الشيء مفروغ منه ولا يمكن أبداً أن نقول عكس ذلك لكن الذي يحدث هي المتاجرة بهذه القضية خاصة لدى الأنظمة الفاسدة والمستبد ودائماً القاعدة ماذا تقول أن كل نظام فاسد ومستبد لا يجد ما يقدم لشعبه سوى محاولة هذه دغدغة المشاعر بأمور تتعلق بالتاريخ والثورة والدين والوطن وما إلى ذلك حيث أن الوطن تجده في بوطون المسؤولين وبوطون بناتهم وأولادهم ولكن الوطنية يوزعونها بالمجان على فقراء البلاد الذين يعانون الأمرين في حياتهم وبيوتهم وفقرهم وجوعهم ومرضهم وشفاءهم نعم الشعب الجزائري هو الشعب الذي يتعاطف مع القضية الفلسطينية بامتياز وظهر ذلك في كل المناسبات وحتى صارت بالنسبة لي هذه القضية خط أحمر وصار لا يهم شيء بقدر ما تهم قضية فلسطين نعم هذا شيء جيد ولا يمكن أن ننتقده هكذا هي الشعوب تتعاطف مع القضايا العادلة وتزرع فيها هذا أمر جيد ولكن الأساس أن نحن الآن في دول وكل دولة لديها اقتصادها ولديها أمورها من المفروض الشعب إلى أن أراد أن يناصر قضية معينة ويفرضها على بلاده يجب أن يفرض نفسه أولاً وقبل كل شيء في الدولة التي يعيش فيها لكن أن تتحول هذه القضية إلى بضاعة للمتاجرة في كل المناسبات وفي كل المحافل ويظهر النفاق النفاق النظام الجزائري واضح بامتياز في مرات يحاول يظهر كأنه مقاوم وممانع وأحياناً يلتزم الصمت ويطرق الجرائد فقط تغذي مشاعر الجزائريين تجاه هذه القضية والهدف هو كلما يريد النظام تمرير مشاريع معينة وفي صمت وفي هدوء إلا ويرفع من سقف الحديث عن الثورة الجزائرية وصقف الحديث عن قضية فلسطين وهذا الواضح والبيض أنت تتعاطف مع فلسطين أيها النظام الجزائري هذا شأن نشكرك عليه وطبعاً هذا من مبادئ الدولة الجزائرية أنها من المفروض تساند كل حركات التحرر التي تواجه الاستعمار والاستعمار قد تغير مفهومه لم يعد استعمار خارجي هكذا بهذه الطريقة باستثناء ما يحدث في فلسطين بل تحول إلى استعمار بالوكالة استعمار عن طريق القرار السياسي استعمار عن طريق التدخل في شؤون الدول استعمار أنظمة وحكومات تقتل شعوبها ولاء لمشاريع خارجية وهذا الذي مثلاً رأيناه في سوريا الدولة الجزائرية التي تدعي بأنها مع تقرير شعوب لمصيرها في فلسطين والصحراء الغربية هي نفسها الجزائر التي تتآمر مع بشار الأسد تطواتأ مع بشار الأسد بشار الأسد الذي جلب الاستعمار الروسي جلب الغزاة والبغاة والطغاة والغولاة كلها من إيران وغيرها إلى البلاد وقتلوا وشردوا وهجروا وعذبوا وأخفوا الملايين من السوريين أليس هذا شعب طالب بحقه في تقرير مصيره؟ طالب بحقه في تغيير نظامه؟ طالب بحقه في إثبات وجوده وفي اختيار من يحكمه؟ هذا حق شعب والجزائر تآمرت على هذا الشعب وكم من قضية أخرى؟ هل رأيتم اليوم أن الجزائر تدين التدخل الروسي في سوريا؟ لم ولم تفعل ذلك لأنها لن تجرؤ على هذا وخاصة أن النظام عسكري يقوده جنرالات كلهم صفقاتهم مع الروس صفقات أسلحة وغير ذلك من هذه الأمور هل رأيتم الجزائر أدانت يوما التدخل الإيراني في لبنان التدخل الإيراني في العراق، التدخل الإيراني في سوريا، التدخل الإيراني في اليمن؟ لم يحدث ذلك هل رأيتم يوما أن نظام الجزائري على الأقل ندد بما يحدث لأهلنا في الأحواس؟ رغم أن الأحواس دولة تم احتلالها قبل فلسطين منذ 1926 وكانت دولة عربية قائمة هل رأيتم يوما أن الجزائر تحدثت عن الأحواس؟ أبدا لم ولن تفعل لأنها في صف إيران أيضا تقرير الشعوب في نظر الجزائر هي الصحراويين والفلسطينيين فقط وحتى الفلسطينيين يأتوا في الدرجة الثانية المسألة مسألة صحراويين فقط هذا هو تقرير مصير الشعوب لذلك تستعمل في هذه الأمر للمتاجرة فقط وإظهار كأن الجزائر دولة تساند الشعوب في تقرير مصيرها ترى هل الشعب الجزائري قرر مصيره؟ في 91 جرت انتخابات برلمانية وكانت شفافة ونزيها بغض النظر عن اختلافنا مع أطرحات الجبهة الإنقاذ وقادة الجبهة الإنقاذ ومناظليها بغض النظر عن هذا لكنها كانت انتخابات شفافة ونزيها لا شك في ذلك ماذا فعل جنرالات الجيش؟ انقلبوا عليها وبعد ذلك واصلوا استعمال قوة السلاح والتزوير الانتخابي حتى وصلوا إلى حراك فيفري 2019 أنذاك قال القايد صالح أنني مع الحراك وبعد ذلك ما الذي حدث؟ تعهد القايد صالح بألا يموت مواطن واحد وهو الذي حدث بالفعل لكن هناك مواطن آخر توفي في ظروف غامضة عليها علامات استفهام هو القايد صالح بنفسه لا نقول ذلك بأننا نمجد القايد صالح أو شيء من هذا القبيل انتقدناه مرارا وتكرارا وكان من بين عصابة متفيقة لكن في تلك المرحلة غرد خارج السرب فدفع الثمن قائل المهم عندما حاورت إيدي كوهين طلعت بعض الأصوات النشاف تتحدث وتخول وكذا وهذه بعض الأصوات أعرفها شخصيا وأعرف ماضيها وأمتلك عليها ما يندله الجبيل لذلك أنا أتجاهلهم ولا أعطيهم أي قيمة وأستطيع أن أبهدلهم بمعنى الكلمة بما أملك من دليل فهم لا يعرفون مع من تعاملوا من قبل ولكن لا أعطيهم أكثر من حجمهم لكن عندما يأتي اليوم ويقول النظام الجزائري بأن فلان يقوم بمهمة لصالحنا أو يعطيه منصب معين ومسئولية معينة أو يقربه من الدوائر ويصير يتحدث ويتصرك بصفة رسمية بإسم الدولة حينها ستسمعون ما يندله الجبيل أما ما داموا إما مزرد الناس يعرضون في خدماتهم ويزايدون في الوطنية لعلهم يتقربون من دوائر النظام التي بالأمس فقط هم ينتقدونها ويتهجمون عليها فبينهم من قال الكثير في شنجريحة وفي غير وفي غير وفي غير والآن يطبل ويزمر إلى هؤلاء على أساس أن أنور مالك راه يقوم بأجندة مخزينية ما أي أجندة مخزينية أقوم بها يا هؤلاء عندما طاربت الجزائر أظهر لنا الدليل عندما قلت بأن الحرب في المنطقة هي ستكون دمار إذا كان الشعب الجزائري يعاني الأمرين من فقر ومزيرية ودينار متدهور وقيمة الجزائر في المحافل الدولية سيئة وأنتم تتوجهون إلى حرب ضد المغرب ففي هذه الحالة أنتم ستضرون الجزائر عندما تقولون بأن المغرب يحتمي بدولة إسرائيل أتدرون هذه دولة إسرائيل لم أقلها أنا لناس اللي خونوا في حواري مع إيدي كوهين هل قالها العمامرة العمامرة هو الذي قال هذا الكلام ولست أنا لم ينرسوا موجودة من أجل هذا الشيء ما أقدروا هم يتسطروا وراء دولة أخرى دولة أخرى دولة أخرى اللي عندها حساب مع الجزائر وهي؟ هي معروفة الرباط ذهبت بعيدا بعيدا في تهجمها على الجزائر وفي تآمرها على الجزائر سواء من خلال استعمال عدد من الأفراد والجماعات التي وصفت بحق في الجزائر على أنها إرهابية وعملت المغرب بأساليب ما يسمى بحروب الجيل الرابع على ضرب استقرار الجزائر من الداخل كما وصلت الدولة المغربية إلى الاستقوى والاستنجاد بدولة إسرائيل يا دولة إسرائيل يا دولة إسرائيل يا دولة إسرائيل يعني عندما نجيب واحد أنا أعرف خطابه أعرف فكره أعرف تصوراته وهو إيدي كهين أعرفه جيدا وأعرف كيف يفكر وأعرف ماذا سيقول عندما أتيت به وحاورت ليست هنا وكناك فرق ما بين الحوار والمناظرة أنا هنا جبت وأسأل وأن الجزائريين أخذوا الأمر بعيدا عن التخويل وسمعوا الكلامه فيه ما يدين المغرب فيه ما يؤكد صحة ما قاله النظام حول استعانة المغرب بإسرائيل وتعويل المغرب على إسرائيل جاء على لسانه نحن مستعدين نعطهم السلاح مستعدين نقدم لهم كل شيء مستعدين ندافع معهم وكذا مستعدين نخدموهم معناها أنهم مستعدين نديرونه كل شيء في العالم وهذا يؤكد ما قاله تبون العمامرة ولكن البعض أوجدها فرصة فقط كأنني أنا معارض للنظام ويريدون تخويل أن يعارضون النظام أبدا أنا لست معارض ولست موالي أنا آتي كمحلل سياسي كأتحدث بمنطق إعلامي أي شيء أريد أتحدث فيه الجزائريون يتبادلون وينشرون تغريدات إيدي كوهين في صفحاتهم وكذا وكذا قلت نعم خل نجيب إيدي كوهين ويسمعوه الجزائريين ويحاوروا جزائري حتى يسمع هذه الحقيقة أنتم تقولوا بأن المغرب راه محتمي بإسرائيل ما تقدموا حتى دليل وما تقدموا حتى بينة وما تقدموا حتى إثبتات تريدون أنكم فقط لأنه وزير خارجية إسرائيل جاءوا قال كلام حول إيران رغم أنه الكلام اللي قالوا صدق فيه وهو كذوب أنه حقيقة أنه إيران راهي ترقد في فراش واحد مع الجزائريين كنظام طبعا ولا أتكلم عن الشعب لكن كيجبنا خلي تسمعوه اسمعوا مباشرة في إطار واحد جزائري جاب لكم واحد تحاور لا تطبيع كذا تطبيع الإعلامي وما إلى ذلك من هذه الأمور هل أنا مؤسسة رسمية أمثل الدولة الجزائرية هل أنا هنا قلت له أني أتيت وطربت بأشياء أخرى تتمثل في التطبيع ما الذي تجاوز الجزائر تعترف بإسرائيل تطالب بحل الدولتين في إطار المبادرة العربية أين فكون من هذه العنطريات الفارغة والتي تريد فقط التسويق كأنه نظام قوي كذا أنا قلت لكم أنني أتكلم بمنطق التحليل السياسي عندما أرى ما يفضح المعارضة لن أتأخر لحظة في كشفها وعندما أجد ما يعري النظام لن أتأخر لحظة في كشفي نعم قال لك يره جاء أهان الجزائريين أعطوني إهانة قالها الجزائريين قال أنا نكر هالنظام في رأيكم يجي إيدي كوين ويقول أنا أحب النظام يقول أن الجزائريين يكرهوا اليهود وإسرائيل هل تنتظر منه؟ يقول لا عكس ذلك ما الذي تنتظر منه؟ تنتظر منه أنه يقول هذا الكلام ولكن عندما يقول هذا الكلام لو تدققون جيدا في الحوار ستجدون كيف كيف تمت من خلاله إدانة أطراف الجزائر تريد تدينها ولكنهم للأسف الشديد لا يفكرون إلا بمنطق تخوين ويحركون جيوشهم الإلكترونية فقط أنا لا أمثل المعارضة وأي شيء أقوم به أقوم به باسمي الشخصي وفي إطار عملي الشخصي وفي إطار ما أؤمن به وأرى فيه مصلحة للجزائر إعلاميا فقط لا تهمني معارضة ولا يهمني نظام لست مع الحراك ولا ضد الحراك ولكن عندما أرى الشيء الذي يحدث الآن كل المعطيات تؤكد على أن النظام ظلم الحراك وانقلب عليه وخدع عليه هذا الواقع تبعك وهذا هو التحليل إلى أين يصل إذن المشكلة فيك وليست المشكلة في أنور مالك ولا الحراكيين الذين يطالبون بالتغيير وهذا حقهم ولا يمكن أبدا أن يصادر منهم هذا الحق المهم أن هذا الكلام جبت في سياق قضية المتاجرة بالفلسطين والله ناس أعرفهم فاسدين أخلاقيا على مستواهم الشخصي والله أفسد خلق الله إذا أعطيت مال ما يرجعه لك وإذا آمنت على شيء مستحيل يكون وفي ليه هذا عندما يتعاطف مع فلسطين يعني يراه إنسان شريف ويمكن أن يحرر فلسطين والله لن يحرر فلسطين فاسد ولن يحرر فلسطين متاجر ولن يحرر فلسطين إلا ليستحق هذا الشرف الذي ناله من قبل من؟ ناله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمي بالفاروق وهو ثاني الخلفاء الرشدين وناله أيضا صلاح الدين الأيوبي وعودوا إلى تاريخ الأيوبي ستعرفون قيمته الشخصية قبل قيمته العسكرية والقيادية هؤلاء هم الذين يمكن أن يعول عليهم في فلسطين ولكن أن يأتي نظام فاسد يتاجر بالأعراض يسرق في الأموال ينهب في الدولة يجوع في شعبه يحتقر شعبه في رأيك هذا عندما يتحدثني على فلسطين نعول عليه؟ أبدا أبدا ولا يعني هذا أنني أدعو إلى تثبيت مشاعر الجزائريين أيها الجزائري أنت حر تتعاطف مع من تريد تتعاطف مع قضية هذا شأنك ولكن أن يكون منطق الجزائريين فيما بينهم هو منطق التخوين خلاص اللي ينتقد النظام خائن لدى اللي ينصر النظام واللي ينصف النظام خائن لدى المعارضة وفي ظل هذا الجو من التخوين يمكن أن تبني دولة والله لن يبنيها نظام يخون غيره ولن تبنيها معارضة تتعامل أيضا بمنطق التخوين أين المشكلة أن تكون هناك تنوع في الأفكار تنوع في المواقف تنوع في السياسات إذا أنا قمت بجهد معين خلي عندك ثقة فيها كمواطن جزائري بل أن هناك من يريد سحب الجنسية من أنور مالك كأن هذه الجنسية ملكك أنت أيها أيها المتواجد اللي ما عندكش حتى الشجاعة أنك تكتب اسمك الحقيقي وتروح وغرورة سحب الجنسية من أنور مالك وما إلى ذلك من هذه التفهات والجزائر الجزائر يا جماعة راه يتسوق فيه النظام راه يسوق لك فقط يخدر فيك يخدر في مشاعرك تركه جانبا قضية تعاملك مع فلسطين أنك قضية هذه راهي قضية تؤمن بيها وقضية تنصرها خليها جانبا اهتم ما هو أو لا أنت كيفاش في دارك لا عندك ما لا عندك تري سيتي لا عندك فورن وتسخر روحك عايش المزيرية ما عندك شوش يوكل وأنت تحكيلي على جهات أخرى دور أنت أناس أخرين وتحوص تريقلهم أمورهم ريقل دارك أولا ريقل نفسك أولا هذا يتبدأ هكذا هكذا يبدأ التغيير يبدأ الإنسان من نفسه يبدأ من محيطه يبدأ من بلده عندما تكون دولة جزائرية دولة قوية مؤثرة حينها يكون هناك تأثير قوي في كل القضايا إذا كانت دولة ضعيفة وهشة داخلية وما عندهاش حتى قيمة في المحافل الدولية وصرح تقدم إلى فلسطين باللهي عليكم تقدم لهم شيك تعطيه المحمود عباس وانتهى الأمر ويوضع في البنوك الإسرائيلية والبنوك الإسرائيلية تأخذ منه نسبة التحويل يعني من هذه الأموال جزء يروح لإسرائيل وجزء يروح للسلطة الفلسطينية هاي شفتوا صور القيد صارح في اجتماعات الجزائر تتواجد في قاعة واحدة في الأمم المتحدة مع إسرائيل هاي في أحيانا يجي وحد رياضي يرفض أنه يتقابل مع إسرائيلي أخلاص هذا كدليل بطولة هو حر هذا قراره هذه قناعته أنا أحترمها وأيضا من يروح ويتنافس وقدر أنه شيء أني أهزم هذا الإسرائيلي وأنال وخلي الصحف العالمية تردد بأنه واحد مثلا جزائري أهزم إسرائيلي في محفل دولي وكل الكاميرات تشوفين هذا أيضا لديه رؤية يجب أن تحترم ولكن أنه فقط منطق التخوين الغريب لو يأتيك تخوين من رجل فاضل رجل علم عالم إنسان تاريخه نظيف تاريخه نظيف الشخص نظيف والنضال نظيف والله العظيم تخليني أراجع نفسي في الأمور أحيانا يقول فكرة ينتقدني بعض الناس يجيني من قامات كبيرة والله العظيم أحيان أسحبها وأحيان أتراجع عليها وأحيان لا أعود إلى هذا الموضوع يقول لي أنه انتقدني أهل العلم خلاص في هذا الأمر أكيد هناك أشياء خفت علي ولكن ينتقدك واحد خباجي واحد من ماخورات الدعارة أكرمكم الله ما يخرج ويجي فقط يحاول يوزع عليك الشرف ويحاول يوزع سكوك الوطنية وهو أيضا يصفق للقتل والمجرمين اللي قتلوا الجزائريين وانتهكوا أعراضهم وعذبوهم في السجون المعتقلات هنا ويش من فلسطين هذه والله قضية فلسطين لا تتشرف بهؤلاء الحثلات أنهم يناصروا بل مختصر المفيد إخواني الكرام أن المتاجرة بهذه القيم المقدسة لدى الجزائريين هو دايدا النظام دايدا النظام النظام الجزائري في بداية وقال لك المهرولون للتطبيع بعد ذلك قال حل الدولتين في إطار المبادرة العربية وش الفرق ما بينك أنت ومبين واحد طبع إذن كي أن القضية فلسطينية التعامل معها بمنطقين إما عدم الاعتراف بإسرائيل هذا هو إذن بعد ذلك مدى ما تعترفش بشي معناها لا تطبيع ولا علاقات ولا هي شي ولكن إذا أنت تعترف بقيت قضية التطبيع واحد يا ربي أن التطبيع لا يمكن وهذا اللي قالاته مبادرة العربية ما نديرش معها حلاقات حتى يكون هناك حل للفلسطينيين يبنوا دولتهم هذا هذه نظرة واقعية وهناك من رأى بأني انطبع تهمني مصالح دولتي أنا يهمني أستفيد من هذه اللوبيهات الإسرائيلية اللي موجودة في كل العالم تهمني صفقات اقتصادية يهمني بناء دولتي نروح ندير التطبيع الفلسطينيين في حد ذاتهم طبعي العلاقات من عهد يسر عرفات رحمه الله هذه الإشكالية لكن أنك مثلا الجزائر تعترف بإسرائيل تعترف بحل دولتين دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وليست القدس كلها وهذا الذي تعترف به كل الدول العربية وفيها دول أخرى هم طبع العلاقات فقط زادت خطوة الجزائر ترفض التطبيع ترفض التطبيع الدبلوماسي ولكن أنك تلتقي في ملتقى في ملتقى ولا في ندوة وتكون في قاعة واحدة مع ناس إسرائيليين هذا واش يسمونه يعني أنك تلتقي وتحاور واحد ولا تلتقي في قناة تلفزيونية تناظر واحد إسرائيلي آه معناها ركتب بعض ركتب هنا تطبيع إعلامي رهي سابقة كلام فارغ وكلام لا قيمة له كلام فقط يراد منه تخويل هذب الناس أو الناس اللي راه منتقته فيه في هذا الموضوع بالضبط فيهم ناس يصفوا في حساباتهم القديمة منذ ملف سوريا وكل مرة هواش يدير أنور مالك يترسدلوا فقط كانوا روح بطلت حتى فطرة ما نحكيش عن الشأن الجزائري هاضروا قالوا أنور مالك ما يتكلمش ما حابش يتكلم وفي ذلك الوقت هم يدعوا أنهم يسندوا الحراك شوف أنور مالك لا يمشي في مظاهرات لا يتكلم عن الشأن الجزائري اليوم كامل هو يتكلم مننا غير على إيران ويتكلم مننا على سوريا ويتكلم مننا على العالم العربي أنا رجعت متكلم في الشأن الجزائري في ذلك الوقت كنت أدعو إلى التهدي آه أنور مالك هاشوفه هم على القيد صالح وكذا وهم يسبوا في القيد صالح وكذا والقيد صالح أنا ذاك نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان آه راه وشوف ها هو راه وظهر تبع المخابرات كذا 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 أنا تبع في المسيرة مات القيد صالح رحت الطاولة مع المفسدين بدأت أنتقد وهما رجعوا مع أجمعها آه أنور مالك خائن وعامل لأنه ينتقد الجيش الوطني الشعبي وانه ينتقدت الجيش الوطني الشعبي أنا انتقدت رئيس الأركان رئيس الأركان أنتم كنتوا بالأمس تنتقدوا فيه بل رئيس الأركان هذا الحالي في كين اللي ينتقدوا بالأمس وقال ولده راه مسيطرة على لوبي أو سوق الخمور في بشار يعني راه قريب على الحدود تحصراء الغربي إخواني الكرام ما يجري الآن هي فقط مجرد متاجرة بهذه القرية النظام الجزائري الآن راه يدرك أنه تعرّب وأنه مفضوح وأن الوعود اللي أطلقها راه ما يحقق منها حتى شيء ورى أنه يكذب فأراد أن يغطي على عورته بشيئين بالثورة الجزائرية والرفع من الحديث عن الثورة والشهداء وما إلى ذلك وأيضا من محاولة إظهار العداء لفرنسا وهو غير ذلك أيضا من استعمال بعض القضايا المقدسة لدى الجزائريين مثل قضية فلسطين وأيضا من خلال محاولة ضرب والمساس وتخوين الجزائريين وهناك أمور كثيرة سيأتي الحديث عنها فالمتاجرة بهذه القضية راه قائمة على قدم الوساق أداء المنظام أولويته أولا وقبل كل شيء خدمة بلده أنت أيها الحاكم في الجزائر إذا كان أنك تشوف انتخبك الشعب الشعب انتخبك على ماذا انتخبك ماليش انتخدمه من تحسنه ظروفه بلدك غني تحقق له كل ما يريد هذه سياستك الداخلية هي أولوياتك الداخلية ثم بعد ذلك الأولوية الخارجية أن تتعامل مع القضايا مثل ما يريد الشعب وهذه تحققها المؤسسات مش تحققها من خلال فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك بل أن ذلك تخلي الشعب يختار ممثليه والقرارات التي تتخذ في قضايا خارجية عبر المؤسسات الشعبية كالبرلمان وغيره وهكذا تكون عبرت عن إرادة الشعب وخدمت الشعب إذا خدمت حقيقة وفيت بالبرنامج الانتاع جيل انتخابات القادمة يمددون لك الجزائرين وإذا كذبت عليهم تخرج من الباب الضيق هذا هو المنطق أما المتاجرة والتخوين والتخويف والترهيب عبر استعمال الإرهاب والاعتقالات والاعتقالات والتعذيب في السجون والاختطفات كل ذلك راه راح يخرب الجزائر ويؤدي بها الهلاب وأذكر كلامي جيد أكثر ما يخدم إسرائيل وما يخدم فرنسا وما يخدم كل المشاريع المعادية للدولة الجزائرية هي الاستبدال في حق الشعب هي الإفساد في حق المال العام هو إفساد الداخل ضرب الأمن القومي وأكثر ما يخدم المشاريع العدائية والاستعمارية هو فتح كراهية بين المواطن والحاكم هي اتساع الهو بين الشعب والسلطة وأرى أنا ويراه الكثيرون أن الهو بين النظام الجزائري والشعب هو واسع كثير 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 وهذه الهو عندما تكون واسعة تتسرب منها الغزاب لكن ليس عبر الحدود بل عبر العجوب كما قال نزل قبل نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد تشجربنا لليل فيقناة الله وبركاته تشجربetten صداحة